بسبب تهالك البناية القديمة وزياد أعداد الطلاب الملتحقين بكلية الإمام الأعظم تصاعدت المناشدات بين أوساط شعبية وعلمية والتي طالبت بإكمال البناية الجديدة والتي وصلت نسبة الإعمار فيها إلى مدايات متقدمة تفاصيل أكثر مع هذا التقرير نظرا لتهالك البنى التحتية لكلية الإمام الأعظم برزت الحاجة لإكمال البناية الجديدة مجور جامعة سامراء التي توقف العمل فيها منذ سنوات وقد وصل الإنجاز إلى نسبة متقدمة الكلية اليوم كلية مكتظة بالطلبة مكتظة بالأساتذة والموظفين لا توجد هناك غرف كافية لسد الاحتياجات لدينا بناية منذ عام 2012 أو 2013 هي قيد الإنشاء خصصة لها مبالغ من تنمية الأقاليم والمبالغ موجودة في المحافظة عند دخول داعش إلى المدن تأجل هذا العمل وتوقف ومن ذلك الحين لم يشرع باستيناف العمل في هذه البناية الحقيقة نحن نطالب الجهات المسؤولة الجهات التنفيذية بأخذ دورها في هذا المشروع واستيناف العمل طالبة الكلية ومن جانبهم طالبوا بإكمال البناية الجديدة بهدف استيعاب أعدادهم الحالية والأعداد التي ستأتي في السنوات القادمة نطالب بإكمال كلية الإمام الأعظم لكون كليتنا صغيرة جدا ولا تتسجل للطلبة الحالية لكونها متهالكة ونطالب بالإسراء بإكمال كلية الإمام الأعظم الحالية حقيقة كلية الإمام الأعظم مقارنة بالطلاب التي ديجوها صغيرة جدا لا تكاد تكفي الطلاب أماكن ضيقة الصفوف ضيقة جدا لا تكاد تكفي الطلاب حقيقة الكلية متهالكة لذلك نطالب الحكومة المركزية نطالب مجلس محافظة سلاح الدين نطالب حكومة سامراء بإنشاء وتكميل كلية الإمام الأعظم داخل جامعة سامراء أعداد الطلبة في تزايد مستمر سنويا والحاجة باتت ملحة لبناية جديدة تليق بطلبة العلم في مدينة العلم سامراء لقناة سامراء مصطفى عبد الحميد سامراء